مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعد انقشاع ضباب خاصة على وجهة ساحلية الوسطى وكذلك الشرقية أجواء مشمسة لكن خلال الأمسية إن شاء الله سحب ستنتشر كمية رعدية ستخص المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الغربية خاصة الغربية احتمال بعض الزخات من المطار هبوب رياح قوية على وجهة الغربية خاصة على المرتفعات والهضاء باحتمال لتطاير بعض الرمال بالجنوب أجواء رعدية كذلك باحتمال بعض الزخات من المطار أو أخر النهار على منطقة الثورة رعدية على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتسلي خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 14-15 درجة على وجهة الساحلية 11 درجة على ولاية الجلفة 20 درجة على شمال الصحراء 30 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد ارتفاع لدرجات الحارة من جديد تقريبا على جول المناطق الشمالية خاصة المرتفعات ننتظر 36 درجة على معسكر غليزان وشلف 130 درجة على وهران وحتى على تلمسان تيزيوزو والبويرة 130 درجة على عاصمة نفس المقاييس على بسكر المغير وتقر ترتفاع لغاية 42 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اتراب تقريبا على طول شارط الساحلي رياح ضعيفة شرقا لكن معتدلة على السواحي الوسطى وكذلك السواحي الغربية ضمن طيارات شرقية شمالية شرقية شكرا